الشيخ مهند غازي الإقابي من العراق استاذ وباحث ومحقق في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حاصل على شهادة البكالوروس في إدارة الأعمال عمل مدير تحرير مجلة مخطوطات التي تصدر عن العتبة العلوية المقدسة لست سنوات كما ترأس شعبة التراثي في قسم شؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية لأكثر من ست سنوات له أعمال عديدة بين تحقيق وتأليف من تحقيقاته كتاب النقد السديد على شرح الشخشقية العلوية لابن أبي الحديد للشيخ محسن الشيخ حسن آل كريم البلزوني كتاب شرح نهج البلاغة لابن العتائقي كتاب اللمعة الجوينية لابن كمونة وطبع له عدة كتب منها الحمزة بن عبد المطلب ومعركة الجمل وواقعة الحرة وغيرها فليتفضل مشكورا بإلقاء بحثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطائرين أنوان البحث عدم خلو الأرض من حجة في ضوء توقيعي الإمام لابني غانم ومهزيار واقعا من مشاكل طبعا أنا الأخوة كثير من الأمور طواها جزاهم الله خير ومن المشاكل المهمة على أنه هل وجود هناك وجود معصوم وحجة على مدى العصور أو لا منذ خلق الله آدم سلام الله عليه إلى يوم القيامة هل هناك حجة مستمرة أو لا وفي الحقيقة بتوقيعي الإمام لابني غانم ومهزيار جواب عن هذه المسألة البحث فيه مطلبان الأول بيان الأمور والمفاهيم المتعلقة بالبحث على سبيل الإختصار كالغيبتين الصغرى والكبرى وأسبابهما ومفهوم التوقيع والفرق بين التوقيع وبين المكاتبة وكذلك ما هو وما يقصد بمصطلح الناحية المقدسة وأهم المواضيع التي طرحت في هذه التوقيعات المباركة والمطلب الثاني ذكر التوقيعين الشريفين ومحل الشاهد وكذلك الاستدلال بالأدلة الأربعة على عدم خلو الأرض من حجة أما بالنسبة إلى المطلب الأول وفيه ذكر الغيبة الصغرى والكبرى والفرق بينهما وقد أوسعوا الأخوة السابقين يعني البحث جزاهم الله خير وبالنسبة إلى قضية التوقيع قضية التوقيع وهو الفرق بين التوقيع والمكاتبة التوقيع لغتان يذكر الفراهيد ويقول والتوقيع في الكتاب إلحاق شيء فيه وقال ابن فارس التوقيع ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه وذكر الأزهري توقيع الكادف في الكتاب المكتوب أن يجعل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر البعير فكأنما هو ما ألحقه بالكتاب لغة في آخره هذا التوقيع المعروف اليوم عندنا المشهور على أنه عندما نكتب كتاب أو فت قضية معينة ثم نشير بعلامة معينة بإسم أو بخط أو بما شاء لك فهذا التوقيع لغتان أما بالنسبة إلى الإصطلاح هذا الإصطلاح طبعا المعروف على أنه نفس المضمون ما ورده في لفظ التوقيع بالنسبة لإمام سلام الله عليه والتوقيعات المقدسة وردت ليس بهذا المعنى وإنما بأكثر من هذا المعنى فمما ورد وهو التوقيع الأخير للإمام سلام الله عليه للشيخ علي بن محمد السمري قال الراوي وهو محمد بن الحسن بن أحمد قال حضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام قال فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده هذا المقدار يشير إلى أنه ليس هذا التوقيع المقصود اليوم وإنما هذه الكلمات للإمام سلام الله عليه وهذا الجملة كلها هي تعتبر توقيع فلذلك قال نسخنا التوقيع وخرجنا من عنده وكذلك فأخرج إلى الناس توقيعه نسخته هو أيضا قرين على أنه ليس هذا التوقيع الإصطلاحي وكذلك ما ورد عن إسحاق بن يعقوب قال سألتم محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه أن يوصلني كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله فعبر بهذه العبارة التوقيع فإذن المقصود بالتوقيع المشار إليه هو ليس هذا التوقيع الإصطلاحي الذي نفعله ويفعله عادة الكثير مننا وإنما يقصد به جملة كلام الإمام سلام الله عليه يعتبر هذا توقيع أما الفرق بين التوقيع وبين المكاتبة المكاتبة هي مفاعلة تكون بين اثنين عادة شخص يكتب لآخر والآخر يجيب عنه بينما التوقيع نرى لا أحيانا تكون بصيغة المكاتبة مثل ما رواية السابقة على أنه سألته عن أشياء فأجابه أو خرج التوقيع بكذا وأحيانا للإمام سلام الله عليه يبادر في بيان بعض الأمور من عنده ولا يردو عليه جواب أو سؤال أو ما شاكل فحسب الظاهر على أن التوقيع أعم من المكاتبة أما بالنسبة إلى مصطلح الناحية المقدسة فقد ورد فيها معنيان بعضهم ذكر على أنها يراد من الناحية المقدسة طبعا الناحية الجهة لغتا بعضهم قال على أنه يقصد بها مدينة سامر ولذلك عبر الشيخ حسين النوري رحمة الله عليه بأكثر من مرة في مستدرك الوسائل بعبارة في الناحية المقدسة سر من رأى فكأنما أشار إلى المدينة ولكن المشهور والمعروف على أنه هي تشير إلى الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه لذلك يقول أو ما روي عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي وفي هذا التوقيع وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا الإمام جاوب وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها أو كذا فعبارة ناحيتنا تشير إلى الإمام سلام الله عليه أما أهم المواضيع في التوقيعات المقدسة فبيان العقيدة الحقة والإجابة عن المسائل الشرعية وإعطاء دور بارز العلماء والفقهاء والتوجيهات الأخلاقية وبيان حال بعض الشخصيات المهمة سواء كانت سلبا أو إيجابا والتعريف ببعض الأدعية والزيارات وإدارة أمور الشيعة وتعين الغيبة الكبرى وتعين السفراء والوكلة وما شاكل ذلك الكثير الكثير الذي اهتم به الإمام سلام الله عليه نأتي إلى المطلب الثاني وهو التوقيع لابني غانم ومهزيار وكذلك الأدلة على عدم خلو الأرض من حجه أما التوقيع الأول وهو رواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بسنده عن عبارة الشيخ الموثوق به بمدينة السلام ويقصد به أبو عمر العمري سفير الإمام سلام الله عليه كما صرح بهذا الاسم الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج ويذكر فتقضية كانت بين الشيعة كما تفضل السيد ذكر هذه الرواية وأنه كانت هناك شك بين الشيعة وأن هناك إمام أو لا بعد الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن العسكري فخرج هذا التوقيع المقدس بسم الله الرحمن الرحيم عافان الله وإياكم من الضرارة والفتن وهو بنا لنا ولكم روح اليقين وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب إنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمورهم فغمنا ذلك لكم لا لنا وساءنا فيكم لا فينا لأن الله معنا ولا فاقت بنا إلى غيره والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا طبعا يذكر العلام المجلسي رحمة الله عليه بالبحار الصنيع قال من تصنعه وتختاره لنفسك يا أيها الأولى ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله عز وجل يقول أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في عمتكم عن الماضين والباقين منهم عليه السلام طبعا عبارة الماضين منهم أي خواب قرين على من مضى والباقين منهم فيقصد عن نفسه سلام الله عليه أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم عاقلة أون إليها وعلى من تهتدون بها من لد آدم عليه السلام إلى أن ظهر الماضي عليه السلام كلما غاب علم بدأ علم وإن أفل نجم طلع نجم هذا استمرارية للرواية وتشير ما نريد أذكرها لأنه الوقت لعله يعني داهمنا وكذلك رواية بن مهزيار أنه ورد العراق شاكل مرتاب فخرج إليه من الإمام سلام الله عليه قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم فقل لهم أما سمعتم قوله حز وجل ويستشد بنفس الآية هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هذا أمر فالأمر الإمام سلام الله عليه يشير إلى أولي الآمر فالأمر كيف يكون إلا إلى يوم القيامة وكيف عدم يعني إذا لم يجد هناك مصداق لأولي الآمر فكيف ينفذ هذا الأمر أولم تروا أن الله عز وجل جعل لكم معاقلة تأون إليها وكذلك يذكر أنه هناك حجج من آدم سلام الله عليه إلى قيام الساعة أما الأدلة على عدم خلو الأرض فهناك آيات وهناك روايات وهناك ديليل عقلي وهناك إجماع أما الروايات فمنها حديث الثقلين وهذه هي طبعا رواية معروفة سنية وشيعية على أنه هناك استمرار للقرآن واستمرار للعتر وأنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض وكذلك الرواية المعروفة من الجانبين أنهما لم تكن له بيعة أو لم يكن تكن له في عنقه بيعة لإمام فقد مات ميتة جاهلية وهذا تدل على اليمن أيضا على الاستمرارية هذه بالنسبة إلى الروايات أما بالنسبة للآيات العفو قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومنها قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما كان الله ليظل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وهذا بالنسبة إلى الآيات والروايات أما بالنسبة للدليل العقلي فهناك قاعدة اللطف وكل من استدل بهذه القاعدة في النبوة كذلك يستدل عليها في الإمام وكذلك هناك ممكن أن يستل من بعض الروايات أهل البيت سلام الله عليهم والآيات يستفاد منها دليل عقلي من أنه الحكمة من بحث الأنبياء على أنه هادين مبشرين ومنذرين منذرين ممكن أنه الدليل للعقل يقول على أنه لا بد أن يكون هناك هادين مبشر نذير في كل عصر أما الإجماع فقد أجمع الطائفة الحق على وجود إمام في كل عصر وزمان وهناك الكثير من آراء العلماء أنا ما أقدر أنه أطيل عليكم سيدنا معذرة الله يبارك بكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أبو القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآلي محمد أحسنتم جناب الشيخ طيب الله أنفاسكم الحضور الكرام إذا كانت هناك مداخلة نستمع إلى تلك الجهة جناب الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله السؤال ملخص للشيخ العقابي من يتحمل مسؤولية الناس في إتباع الإيمان في عصر الغيبة فقهاء الدكتور هلال من النجم آخر توقيع للإمام سلام الله عليه وذكره سماحة الأخوة والفضلاء والعلماء قبلي على أنه يشير الإمام سلام الله عليه على أن الفقهاء هم من يتبنى هذه القضية بعد الإمام سلام الله عليه أحسنتم طيب الله أنفاسكم جناب الشيخ مداخلة أخيرة لجناب الشيخ نستمع إليها وبذلك نختم المداخلات بسم الله الرحمن الرحيم خالد غفوري الحسني شكرا لكم شيخنا الفاضل ما تفضلتم به بالنسبة إلى ملحوظتي هي أن هناك تصوير صوره الباحثون وهو غير مقصود لكن المتلقي تحصل له مثل هذه التصورات كأنه عند الغيبة صارت هناك فوضى بين الشيعة والمجتمع الشيعي في حين الأمر ليس كذلك هناك من شكك من مراض النفوس هناك بعض الشذاذ أما الحالة العامة عند الشيعة هم يعرفون أن عندهم إمام سوف يغيب هذا الإمام هناك تمهيدات وخصوصا ونحن نعترف بأن ونعتقد بأن الأئمة هم أعلام الهدى والعلم لا يخفى رؤيته على أحد وأنهم الشموس الطالعة وأنهم الأقمار المنيرة فالتعبير بالحيرة وأمثال هذه التعابير قد توحي بأنه حدثت هناك فوضى عجيبة رهيبة بين الشيعة والأمر ليس كذلك أحسنتم جناب الشيخ الله يحفظكم إن شاء الله بالنسبة للفظ الحيرة هو ورد في التوقيع المقدس الإمام سلام الله عليه وعلى أنه إحنا مو فقط وفقط يعني كانت بعد الإمام سلام الله عليه صاحب الأمر وإنما نحن نعلم على أنه كل إمام معصوم عندما يستشهد تكون هناك اختلاف بين الشيعة ولذلك أصبحت فرق كثيرة لدينا من الشيعة ليس فقط وفقط الإمام سلام الله عليه على أنه أيضا إحنا نكمل هائل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري لدينا كثير من الروايات تشير إلى وجود إمام حج غائب سواء روايات سنية أو روايات شيعية لكنه على كل حال وقع الاختلاف ووقعت الحيرة أحسنتم جناب الشيخ أحسنتم طيب الله أنفاسكم شيخنا الكريم وجزيل الشكر والإمتنان لكم على هذه الورقة البحثية المباركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر